وحيندموا عليهم يجي بقى يفتكر بعدما انشغل او اتشغلت او انتقموا بعض وزعيلوا بعض ان يلاقوا بقى الولد ده دخل في سكة مش عارف ايه او مخدرات او كذا او البنت دي دخلت في سكة خطأ او كذا او نفسيتهم متأثرت لان كده كده هم مسؤولين منكم وكده كده هتتوجهوا عليهم متأثروا بهم طم احنا بقى نراعي الموقف ده من دلوقتي ونخلي تعاملنا بمنطقة الاحترام نحاول نصلح نحاول ما ننقلش المشاكل هو اللي بيوصلنا للنهايات السيئة دي الاسيئة من الطرفين مش لازم واحنا بنختلف نجرح في بعض مش لازم نسيق له بعض مش لازم الكلام الجارح مش لازم الاسيئة مش لازم التشهير مش لازم ان كمان بعد ما انفصلنا هو او هي ينزل بوست مش عارف اخيرا خلصته اخيرا تخلصته اخيرا مش عارف ايه وحفلة الطلاق عسى انتكراوشان واخيرا لكم ده اول جملة بتتحطها اي راجل كأن السدي دي كانت مثلا عقرابة هي الاية جميلة بس الاستخدام خاطئ انا بشوف بصراحة يعني فيه شريحة كبيرة او من الرجالة مش هقول كله هقول فيه شريحة كبيرة جدا من الرجالة هقولكو نمازج يعني هقول نمازج كذا حالة تمام دلوقتي انا جوزي خني وانا اكتشفت انه خاين وعدت مرة واثنين وثلاثة وعشرة وفجأة هو ولا كأنه بيعمل حاجة وراجل اخلاقه مش تمام فانا طلبت اطلاق باب انا سيئة جدا انتي كمان انتي يعني زي بتطلوب اطلاق ما كل الستات جوازتها بيخنوها عادي ده اول جملة بتسمحها الست من الرجل الخاين ما كل الستات بتعدي هو انا مش بلف لف واجي البيت بالليل طب دي ست محترمة وكويسة وشيك وجميلة وامورة يعني كل حاجة فيها حالة دي حالة ان هي بتطلع بسبب الخيانة فتطلع في الاخر الست مش قصيلة وما بتعبش تحافظ على بيتها عشان هي ما قبلتش ان الجوازت هيخنها عادي تاني حالة مش لازم البيت يبقى فيه عيال عشان تبقى نهاية اخلاق يعني انا بشوف فيه سب واشتيمة وبوستات على سوشال ميديا وهم ما فيش بينهم عيال ليه؟ لان برضو الست ساعات فيه حالات كتير الست بتقف في داره بتساعده بتساعده في شغله بتكبره بتقف جنبه وشوفنا حالات كتير من النجوم الفترات اللي فاتت هنا وهنا كده مش عايزة اقول اسماء تمام وبتيجي الست بتبقى مقهورة اصلا بحس بيها الست دي بتبقى ايه؟ ضحت وقفت جنبه وقفت وراه لغاية ما كبرته بقى ليه اسمه بقى معه فلوس وبقى مشهور وحاجات كتيرة قوي طب وفي الاخر يسيبها ويروح لحد تاني برضو اول لو ما سبهاش انتي ضحيتي وعملتي وخلاص ويشوف نفسه عليها فتبتدي هي تطلب الانفصال اول ما بتقولها تطلق يبقى انتي اللي خسرتي وانا معه الستين واحدة ست الاف واحدة تتمناني يعني اصد دايما بحس ان الست مالهاش علاقة بالانفصال الانفصال بيبقى سبب الراجل